بس كمان بجانب المباراة النهاردة اللي اخسرها للإسماعيلي في موقف عظيم مر مرور الكرام على الكثيرين مر مرور الكرام وانا مسك فيه بقى بإيدي وثناني بإيدي وثناني من زمان قوي قوي ما شفتش الإسماعيلي والأهلي بيبعثوا البعض خطابات شكر مليانة متح أيوة عشان نعرف إن الخبر ده عدى عليك انت موجودكم بتسمع الكلام ده لأول مرة النهاردة الأهلي بيبعث خطاب شكر للنادي الإسماعيلي والإسماعيلي يرد على النادي الأهلي بخطاب شكر طب إيه المناسبة؟ إيه اللي حصل؟ تعال بص الأول بص الأول خطاب النادي الأهلي بص الجمال السيدة المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يسعدني أن أهدي سياداتكم تحيات السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وتحياتي للهو مين؟ الكابت المحمود الخطيب وبعد نتوجه لسياداتكم بخالص الشكر والتقدير للحفاة والبالغة خلال استقبالكم فريق مواليد 2007 لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم الخميس الموافق 14-12-2023 بالشكل الذي يتناسب مع المصل العليا والقيم الرياضية الأصيلة وبيبقى ينعكس على تأكيد الروح الرياضية بين أندياتنا العريقة وخاصة لمسنا من حسن استقبال من نديكم المؤكر وإذ نرحب باستطافاتكم في أي لقاءات رياضية تكون على أرض النادي الأهلي مستقبلا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق وتفضلوا بكبول فائق الاحترام والتقدير مرسل لسيادتكم من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب يا سلام رد النادي الإسماعيلي على الخطاب ده بكلام في كل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي في كل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي إسماعيلي بيشكر النادي الأهلي بيقوله إحنا كنا سعداء اللي أنتم موجودين في إسماعيلية وفرحانين ونحترمكم ونقدر قيمة النادي الأهلي يا سلام مر مرور الكرام مر مرور الكرام ليه كريم جايب طيب القصة دي ومكبرها قوي كده ليه هقولك ليه السنوات الماضية في ناس في قلوبها شر تقولك ايه اصل الاسماعيلية ما يحبوش الأهلي اصل الاهلوية ما يحبوش الاسماعيلي اصل مش عارف سنة كام حصل ايه وحصل مش عارف ايه والكلام ده كله وده كله كلام فارغ في بعض الناس في بعض الناس الصغيرة بتصدقوا بص الاسماعيلي كاتبين ايه تصفو الضيافة وتزداد عزوبة بالكرم وخير اخلاق الرجولة النادي الاسماعيلي حريص على استضافة النادي الاهلي دوما بالاسماعيلية بالشكل الذي ياليك بقيمة الناديين يا سلام يا صلاة النبي في ناس بتحبش الخين وتحبش العلاقات الجيدة النادي الاهلي نادي عظيم وكبير النادي الاسماعيلي نادي عظيم وكبير دي العلاقة الطبيعية والمنطقية انا مش بقولك يعني ايه في حي غريبة حصلت الغريب انه كان بعض او كله من الادارات في الناديين او من اجهزة فنية او من اللاعبين كانوا بينصاكوا ورا حاجات التعصب كلام بتاع التعصب وانه الاهلي بيحبش الاسماعيلي اسماعيلي بيحبش الاهلي تبادل اللاعبين وتبادل ملاعب والصدافات فرق كل حاجات عظيمة تحية كبيرة وسقفة كبيرة لمجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تحية كبيرة وتقدير عظيم للاسماعيلي برئاسة الاستاذ نصر ابو الحسن برافو برافو انا بكبر الموضوع دوت عشان جمهول الاهلي يسمع وجمهول الاسماعيلي يسمع ويشوف الادارات بتاعت الاندية الاسماعي الكبيرة في الاندية دي الاهلي والاسماعيلي بيتعاملوا ازاي يا رب دايما كل انديةنا وكل جمهولنا في علاقة عظيمة ورائعة زي اللي احنا شايفينه ده برافو برافو